موسيقى ستعمل على اصدار القرارات اللازمة لزيادة رواتب عمال القطاع الخاص بما ينعكس اجابا على الوضع المعيشي للمواطنين وان وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ستعمل على ضبط اسعار السلع والمواد ومنع الاحتكار رفع الرواتب هاد اخذ بعين اعتبار قضية واحدة الى غير تعويض تأثير ارتفاع اسعار المزوط على كتلة الاسعار ككل في عنا معادلة معروفة ليرا مزوط ترفع اسعار اربعين قرش على مستوى السلة السعرية كلياتها بالتالي اذا بتنحسب مظبوط بيطلع انه هذه الزيادة عوضت ارتفاع اسعار المزوط الاخير اي ان الناس لهم دين في رقبة الحكومة لسه الارتفاعات السابقة لم تعوض بقيان قدامنا انه عوض المستهلك بما يخص لنشوف ندرس بعد فترة قديش لازم نعوضه بالنسبة لكتلة المزوط نفسه التي يجب ان يحصلها لاحقا وبكم يجب ان ندعمه ولكن هذا يطلب استقرار سعر الصرف زيادات الاجور تنطبق على القطاع العام و القطاع الخاص واحد واحد اتنين بدي يقول الناس من نوعين بنهاية الخاص بقى هاي كيف يعني القرار القرار لكا لا بالقرار المستهلك و من في حكمها و المستولى عليها و شها نعم نعم وزارة العمل هلأ المفروض ندرسها و وزارة العمل لازم يطلع شيء بهذا الاتجاه لانه عمليا تغير حد الادنى للاجر هلأ حد الادنى كان بحدود فوق العشر تلاف شوي اليوم حد الادنى على اساس الزيادة اخيرة صار حوالي 14 الف هذا الحد الادنى يجب ان يعمى على الجميع على جميع اصحاب الاجر ان كانوا يعملون قطاع خاص او بالقطاع لان بده التشريعات المناسبة هاي جاية عالطريق بأتقد استمر مؤشر سوق دمشق الاوراق المالية بتحقيق الارباح حيث ارتفعت القيمة السوقية للمؤشر حوالي 6% خلال الاسبوع الماضي حيث كسب المؤشر نحو 66 نقطة وبلغ عدد الصفقات المنفذة 546 صفقة بزيادة نحو 120 صفقة عن الاسبوع الماضي كما زاد حجم الاسهم المتداولة حيث وصلت الى 691 الف سهم وتجاوزت قيمة التداولات المائة مليون ليرة سورية كشف البنك المركزي التونسي عن استمرار تراجع عائدات الاستثمار والسياحة وتفاقم العجز التجاري في البلاد مؤكدا ان مستوى احتياطي تونس من العملة الاجنبية لا يغطي سوى واردات 94 يوما فقط وكان محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري ذكر في وقت سابق ان المستوى المقبول هو 100 يوم من الواردات على الاقل وتسعى تونس للسيطرة على التضخم المتزايد والعجز الخارجي الكبير وسط حالة عدم الاستقرار السياسي والامني السائد فيها توصل قادة الاتحاد الاوروبي الى اتفاق نهائي حول ميزانية الاتحاد الاوروبي بمبلغ 960 مليار يورو للفترة الممتدة من عام 2014 حتى عام 2020 وتعد هذه الميزانية الاقل في تاريخ الاتحاد بسبب الازمة التي يعاني منها وناقشت القمة التي انطلقت من بروكسل امس سبل مكافحة البطالة واجاد فرص عمل لنحو 26 مليون شخص وقالت المستشارة الالمانية انجلينا ميركل بعد انتهاء المحادثات علينا ان نؤمن وظائف وان لا نعطي وعودا كاذبة مشيرة الى ان الامر سيستغرق وقتا لتأمين وظائف لغالبية الشباب وقرر المشاركون في القمة ايضا تحسين تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولا سيما من خلال البنك الاوروبي للاستثمار الى ذلك كشفت بيانات من وزارة العمل الفرنسية عن ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في هذا البلد الى مستوى قياسي مرتفع خلال شهر ايار الماضي وقالت الوزارة ان الاف الاشخاص انضموا الى صفوف العاطلين في ايار ليصل اجمالي عدد العاطلين الى اكثر من ثلاثة ملايين عاطل وهو اعلى مستوى على الاطلاق في فرنسا وسيزيد ازدياد معدلات البطال الشكوك في وعد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند لدفع معدل البطال للتراجع بحلول نهاية العام في حين كان وزير الاقتصاد الفرنسي قد صرح قبل اشهر ان الاقتصاد الفرنسي يقترب من الافلاس حذر رئيس لجنة الادارة الاقتصادية في بلجيكا جان مارك ديلبورت من مغبة فرض اقتطاعات واجراءات تقشفية جديدة على الادارات الفيدرالية مشيرا الى ان الامر سيؤثر سلبا على عمل المؤسسات الرئيسية في الدولة واشار المسؤول البلجيكي الى ان العام الماضي شهد اقتطاعات تصل الى 17% من مصاريف الادارات العامة و20% من مجموع الاستثمارات و2% من كتلة رواتب العاملين في مختلف الادارات ويأتي هذا الكلام في وقتين تستعد فيه الحكومة الفيدرالية البلجيكية لابتخاذ مزيد من اجراءات التقشف من اجل معالجة مسألة المديونية العامة المرتفعة للبلاد وقبل الختام نتوقف مع اسعار صرف العملات الرئيسية امام ليرة السورية حسب نشرة اسعار الصرف الحرة الصادر عن مصرف سوريا المركزي نهاية اخبارنا الاقتصادية شكرا للمتابعة وعودة الى لما وكريم شكرا طاهر شكرا طاهر مشاهدين لم يبقى لنا الا انذكر